بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان مقتل الإمام البخاري كيف تسبب كتاب صحيح البخاري في إعدام والتخلص والإجهاز من الإمام البخاري وقد خطط قاتلوه بحيث تبدو عملية القتل كأنها وفاة طبيعية تردوه من مكان إلى مكان وكانت الأجهزة المخابرات والشرطة والأمن المركزي يسيرون خلفه جعلوه مشردا في الشوارع لشهور عديدة وكلما نزل في خيمة في منطقة فارغة أو في شارع كانت تتعقبه الشرطة وتقوم بطرده وإهانته ومعه كتبه ومعه أغراضه وغير ذلك حتى تمكنوا من الإجهاز عليه طبعا نلاحظ حتى اليوم الهجوم على البخاري ستجدونهم لا يوجهون انتقادات لمثلا الإمام مسلم ولا الترميزي ولا النساء ولا أبداود ولا أحمد بن حنبل وهو الشتائم كلها في البخاري ليلة نهار وكأن هقرهم من البخاري لم ينتهي بعد بداية الإمام البخاري ظل مشردا في الشوارع عدة شهور كاملة بلا مأوى بلا مرتب بلا طعام وكاتل الشرطة والحرس يلاحقونه وحيثما حل وذهب وطبعا منعوه من التدريس من المساجد بل طبعا أصبح مشردا في الشوارع يعني يعني بلغة هذه الأيام جعلوه هومليس يعني عدة شهور كاملة وهو عمره 62 سنة هنا هذه الخارطة تشرح لنا الأحوال السياسية والصراع السياسي والعسكري والديني في تلك اللحظة الإمام البخاري لحظة تعريضه للطرد والتشريط في الشوارع كان يقيم فيه إمارة تسمى الإمارة الطاهرية نسبة لطاهر قائد جيش الخليفة العباس المأمون وكان خليفة العباس المأمون شيعي وكان قائده أيضا شيعيا كما سنعرف بعد قليل هذه الإمارة كانت تعتقد العقيدة الشيعية طبعا الشيع عدة فرق يعني والبخاري كان معارضا للعقائد الشيعية وهذه الإمارة كانت تتبع الدولة العباسية يعني هي إمارة ذات استقلال ذاتي في تلك الأهناء حصل حرب بين إمارة شيعة الديلم وشيعة الطاهريين وانتهت بانتصار شيعة الديلم في بادئ الأمر أيضا في تلك الأهناء سنة وفاة البخاري حصلت هورة الزنج وقاموا به الهجوم على كل هذه المناطق والزنج هم سيخ نسخ الأرواح والتقمس وغير ذلك وهؤلاء خرج منهم من يدع أنهم من نسب سيدنا علي بن أبي طالب والمهم القائد بتاعهم ارتكب مذابح كثيرة لدرجة أنه هو بحث عن النساء من أحفاد سيدنا علي وقام باختصابهن يعني المهم مش عاوزين يدخل فيه ما جرى في ثورة الزنج والليه بعد ذلك ستطور إلى دولة القرامطة واللي هيكون وزير إعلامهم الحلاج وطبع الدولة العباسية في الحلاج خطورة على كرسي الحكم فقاموا بيه قتله المهم من العالم الإسلامي كان فيه اضطرابات كثيرة جدا بين الشيعة السياسيين أمثال العباسين أو الشيعة الدينيين مثل الزنج أو الديلم وطبعا البخاري توفى 256 هجري وبعد 30 سنة سوف تنشأ دولة القرامطة اللي هي هتبدأ تسب الرسول صلى الله عليه وسلم وتقتل الحجاش في مكة وأيضا فيه دولة الفاطميين هتنشأ فيه مصر تعالوا نقرأ عن عداء السلطة السياسية الحاكمة للإمام البخاري لأنه طبعا كل سلطة سياسية لها عقيدة عقيدة اسمها علمانية اسمها شيوعية اسمها إسلام اسمها مسيحية والسلطة الحاكمة دائما لها دين ومن يقترب من دينها على الطول ما فيش كلام لأنها يقع عن إيه الدولة هيقع عن الحكم يعني فتعالوا نقرأ حضراتكم من كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير يقول في أحداث سنة 250 هجري إن سليمان قائد جيش الطاهريين انهزم اختيارا لأن الطاهرية اللي هم جيشه كانت كلها تتشيع يعني هذه الإمارة كانت تحت سيطرة الشيعة وكانت منتشر بينهم العقائد الشيعية فلما أقبل القائد الشيع الحسن بن زيد هذا يدعي أنه من أحفاد سيدنا علي وأقام دولة شيعية في منطقة طبارستان اللي بعد كده يبقى إمارة الحشاشين في شمال إيران يعني وتطبارستان دي جبل السحرة والتنجيم وكل شيء فلما أقبل الحسن بن زيد إلى تطبارستان تأهم سليمان اللي هو قائد الطاهرية من قتاله لشدته في التشيع يعني هو كان شيعي متعصب يعني أو شيعي وارع وقال إن أنا أخطأت كيف أقاتل حفيد علي بن أبي طالب يعني فقال يا قوم إن كانت الأنباء صادقة فالويل لي ولجميع الطاهرين فالعذر عند رسول الله منبسط إذا احتسبت دماء الفاطميين يعني هأتي بقى يا حفاد فاطمة الزهراء وكلام من هذا القبيل فلما انطقوا إن هزم سليمان اللي هو قائد الطاهريين وبينما الصراع السياسي والعسكري بين الشيعة لأشده على من يسيطر على نيسابور كان الإمام البخاري يجلس في مساجد نيسابور ويحده بأن كل الشيعة ليس من حقهم حكم نيسابور وذلك من خلال الحديث النبوي الشريف فنجد الإمام البخاري له كتب عديدة من أشهرها ثلاثة كتب فأولها كتاب الجامع الصحيح اللي هو صحي البخاري كتاب التاريخ الكبير والكتب الثلاثة سببت له مشاكل كتاب خلق إفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل وتعالوا نبدأ من كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطي فنجد تلميذ البخاري اللي هو الفرابري يقول حدهنا البخاري سنة ست وخمسين أو مئتين هذا سنة مقتل البخاري أو وفاة البخاري مباشرة قد رك بيقول إباء البخاري قال ما أبالي أن صليت خلف الجهمي أو الرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى فلا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكلوا ذبائحهم فالذي نفهمه من هذه الفتوى أن البخاري لما كان يقابل الشيعة كما كتب هو نفسه وكان يحدث في المسجد بهذا أنه هو كان لا يسلم عليهم ولا يعادون يعني لا يزب إليهم في الأعياد ولا يهنئهم ولا يناكحون يعني كان يقول له طلابه لا تتزواجه مع الشيعة وشيء من هذا القبيل ولا يشهدون يعني لا يقبل شهداتهم في المحاكم ولا تؤكل ذبائحهم علما أن النصارى رفسهم تؤكل إيه؟ ذبائحهم أيضا في البند 52 يقول قال عبد الرحمن بن مهدي وطبعا ده من العلماء الكبار هما ملتان الجهمية والرافضة يعني الجهمية والرافضة دين آخر غير الإسلام هما دينين مختلفين عن دين الإسلام طبعا مثل هذه الفتوى والكتاب مليء بهذا طبعا هذا يساب مشكلة كبيرة جدا للبخاري مع الأسرة الحاكمة للأسرة الطاهرية ومع جماهير الشيعة الموجودين في نيسابور وخراسان وغير ذلك ولا ننسى أنه بعد سنوات قليلة سوف تقوم الدولة البوايهية الشيعية هنا المافيا الإعلامية اشتغلت في تكفير البخاري وأنه قال القرآن مخلوق وهذا الكلام اللي يقرأ هذا الكتاب الذي كان يدرسه البخاري علىنا في مساجد نيسابور يجد أن البخاري تماما ضد عقيدة خلق القرآن يعني فحضراتكم هنا مثلا يقول البخاري هنا بينقل عن عديد من المشايخ والنقل طويل جدا لأنه شرح طويل جدا للغاية يستشهد بالمشايخ الصابقين لو العلماء الصابقي وينقل عنهم قولهم مشيختنا أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق وأن حماد بن أبي سليمان قال أبلغ أبا فلان المشرك أني بريء من دينه وكان يقول القرآن مخلوق أيضا ينقل البخاري عن أحد العلماء قيل له قوم يقولون القرآن مخلوق قال هؤلاء لا يناكحون ولا تجوزوا شهادته البخاري في هذا الكتاب يستشهد به عشرات المشايخ والمئات المشايخ في أن القرآن كلام الله وليس مخلوق يعني نجد أن البخاري عكس تماما هذا الفكر لدرجة أنه أفتن من يقول القرآن مخلوق لا يكلم ولا يزاوج وغير ذلك يعني لما تقرأوا الكتاب أنا وجاءت اللي فهمته من الكتاب يعني أن البخاري بيعتبر أن المعتزلة والجهمية وهؤلاء القائلين بالقرآن مخلوق وأنهم يؤمنون بعقيدة الحلول للاتحاد وعقيدة وحدة الوجود اللي أجبه يعني بعقيدة العقيدة الهندوسية يعني لكنهم يلبسونها هوبا إسلامية وطبع بيتحدث عن المنوية وكان أيامها ثور ببابك الخرمي الأباح والزينة وغير ذلك من هذه الأمور المهم الادعاء بأن البخاري قال كلمة في الجامع فالتبست على الحضور فالمشيخ في وهمها غلط كل الكلام ده لا أساس له لأن البخاري كان يدرس عكس تماما وسبحان الله البخاري الذي وقفه يدافع عن أن القرآن كلام الله اتهموه بالعكس عثمان بن عفان الذي نشر القرآن قالوا عثمان حرق المصاحب السيدة عائشة رضي الله عنها الشريفة اتهموها في شرفيها الرسول الصادق الأمين قالوا كذاب وسحر يعني سبحان الله ستجدون كل إنسان يلسقون به عكس ما يدعو إليه تماما وحرفيا تعالوا الآن نبدأ بالاضطهاد الديني للإمام البخاري وأنه جرى طرده من مدينة إلى مدينة إلى أن أصبح مشردا في الشرح أول عملية طرد أو خروج للإمام البخاري كانت من بلده الأصلي بخارة نفسها لغلبة المخالفين عليها فيقول الإمام البخاري فهذا ما تذكر في كتاب سير أعلام النبلاء البخاري قال أبت علي نفسي في الرجوع إلى وطني ليا بخارة لغلبة المخالفين لكن للأسف النص يحتاج طبعا إلى دراسة من كان المخالفين دينيا في بخارة وما هي العقائد الدينية في بخارة بإذن الله إن شاء الله نحس هذا مستقبل لكن نجد هنا أن البخاري لم يستطع أن يعود إلى بخارة حتى لما عود إلى بخارة هيجري طرده من بخارة حضراتكم بعد ذلك أيضا في كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال يقول لما قادم أبو عبد الله أبو عبد الله اسم الكنية بتاعه محمد بن اسماعيل البخاري من العراق يعني هو أيضا خرج من العراق وأنا أقول تراضوه من العراق لما خرج محمد اسماعيل بن بخاري من العراق قد مته الأخيرة يعني آخر مرة لأنه كان بيذهب للعراق كثيرا يعني لكن دي خلاص آخر مرة يتوجه للعراق تلقاه من تلقاه من الناس في نيسابور وازدحموا عليه وبالغوا في بره هو التقى لمحاد بن حنبل ولمحاد بن حنبل قال له يعني تترك بغداد تترك بغداد عاصمة الدنيا سنجد أن البخاري كلما الشرطة طردته من بيته إلى مكان كلما ذهب إلى شارع وجلس مشاردا في خيمة كانت تلاحقه لم يفكر أبدا في الذهاب إلى بغداد وهذا لغز تعالوا نكمل هنا حضركم في كتاب هدي الساري لابن حجر العسقلاني يقول قال الحاكم أبو عبد الله ومن علماء الحديث المتشيعين باطنا المتسنين ظاهرا يقول في تاريخه ومألف كتاب عن تاريخ نيسابور قدم البخاري مدينة نيسابور سنة خمسين ومئتين يعني قبل وفاتي بست سنوات كاملة فالبخاري أقام في نيسابور ست سنوات وطبعا كان بيتجول في المدن لحاولة نيسابور أيضا فأقام بها مدة يحدث على الدوام أيضا في كتاب هدي الساري الإمام مسلم ابن الحجاج اللي هو صاحب كتاب صحيح مسلم يقول لما قدم محمد بن اسماعيل إلى نيسابور استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث يعني خارج البلد يعني وقال الشيخ محمد بن إحيا الزهلي في مجلسه من أراد أن يستقبل محمد بن اسماعيل غدا فليستقبله فإنه أستقبله ورح ورح أبوي ولكن هذا الشيخ الزهلي سيقول كلمة خطيرة جدا يقول إيه فقال لنا محمد بن إحيا الزهلي لا تسأل البخاري عن شيء من الكلام فإن أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع بيننا وبينه يعني حصل خلافات بنا وشمت بنا كل إحنا عندنا بقى الفرق الدينية الموجودة في نيسابور ناصبي طبعا الناصبي اللي هم العثمانية والمسلمين السنة ولكن الشيعة الذين يربعون بخلاف السيد نعالي وشيء من هذا القبيل يسمونهم النواصب يعني ورافضي الذين يعنون أبو بكر وعمر وجهمي اللي هم يعني يعني يقومون بعقيدة الحلول والاتحاد يعني ومرجع المرجع اللي هم بيقولوا أنه أنت طالما قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله تدخل الجنة حتى لو قتلت ولو سرقت وغير ذلك يعني من هذه الأمور يعني لكن سنجد أن نيسابور اللي تتسعت للجميع لم تتسع لشخص واحد هو اسمه البخاري بل ليست نيسابور بل إقليم بخارة كله جرى منع البخاري من التوجد فيه رغم أنهم ما سمحوا للجميع يعني أيضا قال الحاكم نيسابوري سمعت محمد بن نعيم يقول سألت محمد بن اسماعيل لما وقع في شأنه ما وقع إيه بقى المشكلة الواقعة فعل البخاري عن الإيمان فقال قول وعمل يزيد وينقص هنا البخاري دخل في مشاكل مع فرقة المرجئة كي نفهم فرقة المرجئة نعلم أنه الجيش الفرنسي بقية نابليون بن بارت جاء واحتل لمصر كلام ده من 200 سنة وهناك مصريين التحقوا بهذا الجيش لقتال الشعب المصري وفقا لعقيدة البخاري فإن هؤلاء لم يعودوا مسلمين وإن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وغير ذلك المرجئة يقولها لا طالما قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فهم مسلمين وهيدخلوا الجنة فالبخاري يقول لي لازم العمل يعني أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ما ينفعش تروح تحارب في الشعب المصري وكلام من هذا القبيل فهمنا دي دي المشكلة اللي وقع فيها الأولى اللي هم واضح أنه شنع حملة شديدة جدا على البخاري فيها أيضا الحاكم إني سيبور يقول أنه البخاري قال الأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على هذا حياته وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله تعالى طبعا معناها أنه فيه خلافات في ترتيب الصحابة طبعا ده الدليل أنه فيه ناس عامية مشاكل للبخاري في ترتيب الصحابة والفضل أنا أقول أن الحاكم إني سيبوري هنا كذاب لما قال سيدنا علي هو الرابح والفضل لأنه ما أقرر صحيح البخاري هنجي البخاري يؤمن أن الصحابة الزبري من العوام هو رابع الصحابة الفضل يعني ترتيب الصحابة عند البخاري أبو بكر عمر عثمان الزبير ولم يوضح موقفه من علي هلا علي رقم 5 رقم 6 الله أعلم لكن البخاري يرى كما في كتاب صحيح البخاري أنه كتاب صحيح البخاري هو الذي يعبر عن قط البخاري البخاري يقول في كتاب صحيح البخاري بكل وضوح أن الحق مع السيدة عائشة وطلحة والزبير ومعابن أبي سفيام وعمر بن العاص وأنا سيدنا علي ما كانش الحق معاوة لحاجة يعني تعالوا نكمل سنضح هذا الكلام يعني بعد ذلك سنجد الفرق الباطنية المافيا بقى اللي بتتحرك في الظلام شنت حرب اغتيال معنوية ضد البخاري يعني قبل التخلص المادي من البخاري تخلصوا منه معنويا فنشروا شائعات في كل العالم الإسلامي طولا وعرضا بأن البخاري كافر واستمر هذا الأمر واضح أنه استمر سنتين ثلاث سنوات تخلصوا من البخاري أولا كي تقوم الدول القرامطة والبويين وغير ذلك فحضراتكم هنا في كتاب شمائل البخاري الذي ألفه كاتب البخاري أو مجير أعماله يعني بلغة هذه الأيام أو وراق البخاري يعني فيقول هو اسم محمد بن أبي حاتم أتى رجل أبا عبد الله البخاري فقال إن فلانا يكفرك فلانا ده يعني شيخ من المشايخ في المساجد يعني واضح أنه فيه مشايخ إما من أجل المال أو مشايخ باطنيين يعني يتظاهرون بأنهم علماء المسلمين وكذا ولكن لهم عقاية سرية يعني دول بدأوا إيه قالوا إن فلانا يكفرك يعني يا ساتر يا رب فقال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد بقى به أحدهما واضح أن البخاري أراد أن يتجنب المعارك الجانبية واستمر في المعركة الرئيسية يعني اللي هو التحديث بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول وراك البخاري إن أصحاب البخاري كانوا يقولون له إن بعض الناس يقعوا فيه بعض الناس اللي هو بعض المشايخ يعني فيقول البخاري إن كيدا الشيطان كان ضعيفا يعني فيه حملة إعلامية جماعة فقال له عبد المجيد بن إبراهيم وده أحد المشايخ كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يضمونك ويتناولونك ويبهتونك يكذبون عليك فقال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض يعني واضح أنه فيه تنظيم من المشايخ في المساجد يكذبون على البخاري ويشتمون ويتعنونه في دينه واستباحوا كل شيء هل الناس اللي كانوا بيعملوا إرضاء للسلطة الحكامة أم أنهم يظهرون التسنن وهم لهم عقائد في الباطن يعني عقائد مغيرة فقط يعني بعدها دي أبكي على الحسين ولا يبكي على عثمان بن عفان دي مع واحدة ده علامة استفحام وبيعمل كده ليه إذا كان يعني حزين على شخص لمات من 1400 سنة فهو لم يبكي مثلا على من يقتلون الآن فلماذا يبكي على من قتلوا من 1400 سنة ولماذا لا يبكي على مقتل عثمان بن عفان فهونا علامات استفحام غامضة أنه تجد مشايخ في المساجد يتركوا درسهم ويتفرغوا ليه شتيمة البخاري وتكفير البخاري بعد ذلك تطور الأمر إلى أن المخابرات من خلال أزرحها وبلطجياتها وشبحتها قاموا منع البخاري من التدريس في المساجد وحبسوا في البيت قلوا جاعد يعتل بك كده قلوا شرب ودخل الحمام وأنت ولا قيمة لك في الحياة فالذي حدث أن السلطة الحاكمة دسوا له أحد الرجال ومجموعة من البلطجية وطرحوا عليه سؤال ماذا تقول في نطقنا بالقرآن هل مخلوق أم غير مخلوق البخاري أجاهب والنوضع خلص لكن هذا الرجل الذي سأله عمل شغب والبلطجية اللي معاه عملوا شغب هنا مفروض حضراتكم الشرطة تتدخل وطرق القبض على هذا الرجل وهؤلاء البلطجية وتبعدهم عن المسجد فإذا هنا السلطة الحاكمة تتدخل وتقول للبخاري لا تخرج من بيتك كل حاجة كأن الجماهير نفذتها مشايق يكفرون البخاري والآن هيبدأوا يطردوهم من المساجد تمامها ففي كتاب سير أعلام النبلاء قال غنجار في تاريخه غنجار ده له كتاب اسمه تاريخ نيسابور بعث الأمير خالد بن أحمد الزهلي والي بخارة إلى محمد بن اسماعيل البخاري أن احمل إلي كتابك الجامع والتاريخ وغيرهما لأسمع منك يسمع في البيت يعني فقال البخاري لرسوله أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس فاحضر في مسجدي أو في داري وإن لم يعجبك هذا فإنك سلطان فمنعني من المجلس ليكون لي عذرا عند الله يوم القيامة أني لا أكتم العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار فكان سوي الوحش بينهما هذا طبعا ده التفسير الظاهري لكن إحنا لما ندقى فيه أمير هذا خالد بن أحمد الظهلي هذا الذي يمتلك السلطة السياسية والعسكرية نجيده أيضا من علماء الحديث ويقول البخاري هات كتابك صحي البخاري وكتابك التاريخ الكبير وقعد تحت رجلاه في بيتي كي تقول لي الأحاديث طب ما أنت أصلا محدث هو محدث أصلا قبل أن يكون واليا إنما ده تخمين من عندي إنه معترض على أحاديث صحي البخاري يعني يا بخاري احذف هذه الأحاديث من كتاب صحي البخاري واحذف هذه الأحاديث من كتاب التاريخ الكبير نحن طبعا لما نقرأ الآن بعد قل صحي البخاري وكتاب التاريخ الكبير هنجد أنه البخاري الأحاديث الشعية يكذبها مثل غادير خم فالبخاري يقول في كتابه التاريخ الكبير أحاديث موضوعا حاديث من كنت مولاف عليه مولاه يقول موضوعا حاديث أنه الرسول قال للزبير تقاتل علينا وأنت ظالم له وحديث موضوه حديث مش عارف ايه موضوه ولما تاتل صحيح البخاري تجد البخاري يعني يرد تماما على السردية الشعية والعباسية ان الخلافة بالوراها وشيء من هذا القبيل ويرد على مسألة تحريف القرآن وامور غير ذلك من العقائد الشعية فهنا والي بخارة ما هي الاحاديث التي كان يريدنا البخاري ان يحذفها وسنشاهد بعد قليل كيف ان الامام مسلم لم يستطع ان يروي عن البخاري حديث واحد تخيالوا شدة التخويف والرعب في كتاب تهذيب الكمال انه بعث الامير خالد بن احمد الظهلي ولي بخارة الى محمد بن اسماعيل البخاري ان يحمل الي كتاب الجامع والتاريخ وغيرهمها لأسمع منك فقال محمد بن اسماعيل انا لا اذل العلم ولا احمله الى ابواب الناس فاحضرني في مسجدي او في داري فان لم يعجبك هذا فانت لقى سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة اني لا اكتم العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه قلجم بلجام من نار فكان ساب الوحش بينهما هنا جهاز المخابرات هيبدأ يعمل ايه يمنع البخاري من التوجد في المسجد من خلال ارسال بلطقيته ففي كتاب سير اعلام النبلة لما حضر الناس مجلس البخاري قام اليه رجل في المسجد فقال ما تقول في اللغة بالقرآن مخلوق هو ام غير مخلوق فاعرد عنه البخاري ولم يجيبه وبعد طول النقاش التفت اليه البخاري وقال القرآن كلام الله غير مخلوق وافعال العبادة مخلوقة والامتحان بدعة هنا بقى شغل المخابرات فشغب الراجل عمل مشاكل وزعق وشتا مبتاع وبلطقي بقى بلطقي مزقوق وشغب الناس وضع ان ارسلوا فرق من البلطقين وتفرقوا عنهم وقاعد البخاري في منزله يعني الراجل اتحط تحت الاقابة الجبرية وقال له معه انتش تذهب للمسجد من اللي يمنع البخاري من الزب للمسجد هي السلطة الحكامة لهذا المخابرات الشرطة البوليس الادارة يعني ولا مين لهمنا ما اقليم خرسان فيه كل الفرق وكلهم شغالين وكلهم بتكلم وإلا البخاري المسجد اللي ممنوع تكلم وخلال وضع البخاري في منزله ومنعه من التدريس في المساجد تمامة واضح ان هذا امر استمر لشهودين عادية جدا اذا بيه اللوب الاعلامي الاختباط الاعلامي لهذه المافيا الدولة العميقة اللي مختفية تحت الارض تانشط وتشتم البخاري بانه كافر ومنحارف ويجب التخلص من البخاري فشتبوه في نيسابور وفي قمص وفي الرية الرية اللي هي تهران حاليا عاصمة ايران وفي بخارة وفي سمرقند وفي البصرة وفي الكوفة وفي بغداد لدرجة ان الشتيتين وصلت الى المدينة ومكة فكم استارك هذا يعني الاخبار كي تذهب النيسابور الى مكة الى المدينة وتعود ويعلم البخاري عن البخاري وردته الاخبار من كل المدن انه بيشتموك في كل المساجد في العالم الاسلامي يعني من كان يدير المساجد في العالم الاسلامي في تلك الفترة لدرجة انه لقى احد يدافع عن البخاري فهنا حضرتكم في كتاب سير اعلام النبلاء يقول قال ابو عمر الخفاف ابو عمر الخفاف ده واحد من العلماء او مشيخ الحديث في نيسابور هو شاهد عيام فبيقول اتيت البخاري فقال لي احفظ ما اقول لك من زعم من اه نيسابور وقمص والري وهمذان وحلوان وبغدان والكوفة والبصرة ومكة والمدينة انظروا حضرتكم اني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب قلت افعالي بالعباد مخلوق تعالوا حضرتكم شوف الحملة الاعلامية في كم مدينة نيسابور قمص الري همذان اربعة حلوان بغداد الكوفة البصرة مكة المدينة عشرة مدن كم شهر استغرق الامر للدعاية والناش وعاد رجع الصدق الى درجة الوصل للبخاري في بيته وعلم انه يشتف في مساجد كل هذه البلاد تخيلوا فمعناها ان هم قالوا نتخلص منه معنويا ثم نتخلص منه ماديا وطلح بعد ذلك طبعا ان صحي البخاري بيستيقظ من الموت فلذلك الحملات كلها شتيمة في ضد صحي البخاري فقط هل وجدتم شتيمة ضد صحي مسلم حملات شتيمة ضد وسنة النسائي او داود او غير ذلك او موسى نحمد بن حنبل ولا اعتبر لا كل الشتيمة ضد من ضد كتاب صحي البخاري فقط طب صحي البخاري في ايه يعني يعني انت لو عاوز خرافات عندك كتاب الحكم انه يستبر فيه خرافات كثيرة لو عاوز يعني روايات مجذوبة موسى نحمد بن حنبل فيه روايات كثيرة فيها كذب وغير ذلك لكن هو صحيح البخاري يعني واضح انه الازمة مستمرة الف وماتين سنة رغم التشويه المعنوي والتخلص المعنوي والمادي من البخاري الا لا يزال عملية محاولة التخلص هنا حضراتكم بقى ايه الجهاز المخابرات شغل الشيخ الزهري فهنا الشيخ الزهري قال ايه القرآن كلام الله غير مخلوق ومن زعم رفضي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع يعني البخاري مبتدع ولا يجالس ولا يكلم ومن ذهب بعد هذا الى محمد بن اسماعيل فاتهموه يعني يكفروه اقوله انه مبتدع او كذا فانه لا يحضر مجلسه الا من كان على مذهبه قال لا يعني هو لم يلقي هذا التحذير بالنسبة للرفضة ولا الجهمية ولا المرجئة لا يستمر فيها كل الفرق والاديان الا هو البخاري فانقطع الناس عن البخاري الا مسلم ابن الحجاج اللي هو صاحب كتاب صحيح مسلم طب كل ناس انقطعت الناس عمراء بتتفق على حاجة يا جماعة من طبيعة الناس الناس تختلف يعني في المسيحية اختلفوا والاسلام اختلفوا الا دي كل انقطع عن البخاري الا مسلم وحنا نشوف مسلم ماذا فعل بعد ذلك فاخذ مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس فبعث الى الذهلي جميع ما كان قتبه على ظهر جمال قلت ده الحاكم الناس يستمر اللي يروني الواقعة ده وقد انصفها مسلم فلم يحدث في كتابه عن هذا ولا هذا لا حدث عن الزهلي ولا حدث عن البخاري طب انت يا مسلم ما حدثش عن الزهلي لماذا لانه كذب على البخاري وشتمه وحاربه طب لماذا لم تحدث عن البخاري هنا هل ما رأسه الترويع والتخوف على مسلم طبعا اللي يفتح منكم صح مسلم هيجد فيه احاديث مثلا عن اهل البيت هيجد فيه احاديث انه السيدنا معاوية هو الفئة الباغية يعني تجسح مسلم يتبنى الرواية الشيعية العباسية فيه معارك صفين وقتل سيدنا علي وطلحة والزبير وعائشة وغير ذلك ثم امر الوالي بترضي الامام البخاري فالامام البخاري طلب انه يعني امهلوني عدة ايام اقوم بتجميع الكتب انه عنده مكتبة وكتب بيرجع اليها وغير ذلك كتب هو الشخصية الا انه المخابرات او الشرطة او امن الدولة او البوليس السياسي رفضوا تماما اقولوا برا في الشارع فرموه في الشارع ثلاثة ايام وقف على حدود المدينة نيسبور في الخارج نصب خيما نفسه واصبح يرسل بعض معارفة او اصدقائها ليحضرون له كتب ما خطورة الامام البخاري قيطرت في الشارع ويلقى في الشارع ثلاثة ايام كاملة في حين انه كان يعني يمكن ان يمهل هذه المدة في بيته ولكن هذا جزء من الازدال هنجد ان هم بيضعوا الامام البخاري تحت ضغوط تؤدي الى موته ووفاته هم يردون التخلص منه يقول في كتاب تهزيب الكمال استعان الوالي خالد ابن احمد بحريث ابن ابي الورقاء ده من المشايخ يعني وغيره من اهل العلم ببخارة يعني استعان بمشايخ اخرين ده واضح بقى ان انت عندك تنظيم طردوا الراجل منعوم التدريس وكذبوا عليه ثم بعد ذلك رمو في الشارع المهم حتى تكلموا في مذهبه ونفاهوا عن البلد فكاتب بعد ذلك الشيخ محمد ابن احيال الذهلي الى الوالي خالد ابن احمد امير بخارة ان هذا الرجل اي البخاري قد اظهر خلاف السن يعني البخاري ليس من المسلمين السن فقرأ كتابه فقرأ الوالي كتابه على الاهل بخارة فامره الامير بالخروج من البلد فخرج في كتاب سير اعلام النبلاء قال الحاكم النيسابور اللي هو علم الحديث الشيعي ومن النيسابور اصلا كان محمد ابن اسماعيل البخاري كان جماعة يختلفون اليه لظهرون شعار اهل الحديث من افراد الاقامة ورفع الايد في الصلاة وغير ذلك فقال الشيخ حريث بن ابن الورقاء وغيره هذا رجل مشغب يا رجل دعم الله مشاكل وهو يفسد علينا هذه المدينة واستعانوا عليه بالسلطان في نفيه من البلد فاخرج وكان محمد ابن اسماعيل ورعا يتجنب السلطان ولا يدخل عليهم لدينا شاهد عيان على ايام الثلاثة للاخير الامام البخاري في نيسابور ففي كتاب سير اعلام النبلاء احمد ابن السلام يقول هذا شاهد عيان دخلت على البخاري فقلت يا ابا عبدالله هذا رجل مقبول بخارسان خصا في هذه المدينة اللي هو الشيخ الزهلي وقد لج في هذا الحديث حتى لا يقدر احد منه ان يكلمه فيه فما ترى قال انك تعلم اني لم ارد المقام بنيسابور اشرا ولا بطرا ولا طلبا للرئاسة انما ابت علي نفس الرجوع الى وطني لغلبة المخالفين دينيا ناس عندهم عقائد دينية اخرى اني خارج غدا ولكن هانو فايبو الايقال فاخبرت جماعة من اصحابنا فوالله ما شيعه غيري كنت معه حين خرج من البلد واقام على باب البلد خارجها ثلاثة ايام لاصلاح امره ده ايه بقى الرعب والخوف اللي نزل في قلوب كل الناس لدرجة ان هم خافوا ده ده معناها ان كان في دولة ديكتاتورية قمعية ولا كوريا الشمالية يعني يعني هم اجلسوا في البيت فترة والشتائم وقلة ادبوا اهنات وكذا وطبعا واضح انه فترة طويلة وبعد ذلك يقولوا الان يا بخاري برا في الشارح انت في الشارح واضح ان السلطة الحاكمة كالسلطة مجرمة الى درجة انه الناس خافت كل طلاب البخاري اللي اكلوا وشربوا معه ست سنوات كاملة ولا واحد خرج يودعوا الا شخص واحد اللي هو هذا واجلسوا فين؟ في الشارع على قرعة الطريق ثلاثة ايام في خيمة احنا نسا هنشاهد عملية الاضطهاد والتخلص من البخاري هنا حضراتكم اللي حصل مع البخاري هنشوف هو البخاري كان في نيسابور فطردوا من نيسابور ده الطردة الاولى فذهب الى بخارة والمسافة بين نيسابور وبخارة هي الف كيلو متر متخلين حضراتكم في بخارة طردوا الطردة الثانية وذهب الى بيكانت في بيكانت ايضا صلطوا عليه البلطجية وطردوا من بيكانت ده الطردة الثالثة فتوجه الى قرية اسمها خارنتك عند احد اقاربه يعني واضح ان هم منعوا من دخول سمرقاند لما وصل في قرية خارنتك انظروا حضراتكم راجل خلاص اصبح اعتزل السياسة واعتزل العلم او منعوا من التدريس والعلم فاذا بهم من سمرقاند يرسون له امشي يا بخاري ووصلوا وجد البخاري في مرض شديد جدا والراجل مريض في الغاية ورغم ذلك يعني اصابوا الاكتئاب الحاد او انه طبعا لما الانسان بيصيبه اكتئاب المخ بيفرز والغدد بيفرز مواد تبدأ تدمر في خلال الجسم واضح ان هذا استمر فترة طولة انا هم بتكلم على رحلة مستمرت ربما 1500 كيلو و 1700 كيلو من مدينة الاخرى الذهاب والعودة بالكتب ومن اين كان يأكل ومن ينفق عليه وغير ذلك والراجل في الشارع وواضح ان هم عاملين ارهاب شديد فالمهم البخاري حتى في خرنتك تردون من خرنتك فماتوا على الطريق رضي الله عنهم طبعا لو نلاحظ ان البخاري لما خرج من نيسابور خرج الى ايه الى بخارة اللي هو قال ده هم ضد اصلا ولم يتجي الى فين لم يتجي الى بغداد لماذا لان انا بقول هؤلاء انه واضح انه هو اصلا تردون من بغداد قبل ذلك بعشر سنوات هنا حضركم في كتاب سير اعلام النبلاء عندنا شهد عيان اسم ابراهيم ابن معقل النسفي بيتحدث عن طرد الامام البخاري للمرة الثانية من مدينة بخارة ويقول رأيته محمد ابن اسماعيل البخاري في اليوم الذي اخرج فيه من مدينة بخارة فتقدمت اليه وقلت كيف ترى هذا اليوم من اليوم الذي نثر عليك فيه ما نثر فقال لا ابالي اذا يسال مديني فخرج الى بيكانت اذي المدينة الثالثة اللي هزاب له فصار الناس معه حزبين حزب معه حزب ضده يعني حاجة عجيبة على طول اول ما دخله البلطاجية والمشغبين يقضيح بقى ان ايه السلطة الحاكمة مجهزة عملية الطرد وفورا عمله خناعة وقال له مش من هنا ده طرد للمرة الثالثة في حين ان هي نفس هذه المدين فيها مرجعة وفيها شيعة وفيها نواصف وفيها خوارج وفيها فكل ما تحب الا البخاري اللي غير مسموع التخلص من الرجل اللي يعيش فيه فيعمل ايه البخاري المسكين فشاهد العين بقول جاء الى محمد بن سمعيل الى خارنتك وهي قرية على فرسخين من سمرقند ده خلاص قعد في اسقاع الريف وكان له بها اقارب فنزل عندهم فسمعتوه ليلة يدعو اللهم انه قد ضاقت علي الارض بمرحبة انا مش لاي مكان كل منزل قرية انزل مدينة فورا الاجهيس المخابرات والشرطة والبوليس وكذا يتبعون ويتردونني فاقبضني اليك فما تم الشهر حتى مات وقبره بخرجك طب نروح لشاهد عيان اللي كان مع صاحب البيت اللي كانس فيه البخاري اسمه ابو منصور غالب ابن جبريل وهو الذي نزل عليه ابو عبد الله البخاري يقول انه اقام عندنا اياما فمارض واشتد به المرض حتى وجها رسولا الى مدينة سمرقند في اخراج محمد البخاري ده حاجة عجيب الراجل اللي بيدرس في المساجد وانت طردينه من مكان لمكان سبوه يعني يجلس في بيته خلاص في قرية لا عدش يسمع به الا انه ما هي خطورة البخاري على الامن يعني او على السلطة الحكام ده هم راغبين في التخلص منه وليس مجرد منع من المساجد يريدون التخلص المادي من البخاري نفسه وضعوا في ظروف هذا تقريبا لمدة عامين كما تشاهدون فتهيأ للركوف فلابس خفيه وتعمى فلما ماشي يقدر عشرون خطوة او نحوها وانا ااخذهم بعضضه يعني سندنوا من دراعه ورجل ااخذ معي يقوده الى الدب ليركبه فقال ارسلوني فقد ضعفته يعني اجلسوني يعني ثم اتجع فقد رحمه الله مات فسال منه العرق شيء لا يوصف فما سكن منه العرق الى ان ادرجناه في ثيابه المشهد الاخير للامام البخاري مريض في بيت في قرية معزولة فهنا الشرطة فورا تداهم هذا المنزل ولا عطف ولا رحمة بره في الشارع الان وامشي طب الكتب وامشي يلا بره فيتعكز على شخصين اللي هم مصحاب البيت ومش قادر يمشي يعني لبسوه خفيه ولبسوه عمامته وكذا وعرق يعني انا بسأل الاخوة الاطباء اللي يسمع شهادة الحرقة يكتبوا له في التعليقات ما الحالة المرضية انه واضح انه هم وضعوه في حالة اكتئاب حاد لعام لانه حبسوه في البيت في نيسابور وارسلوا الى مكة والمدينة والبصر وبغداد وحمزان وغيرها من المدن شتائب فيه البخاري ومنعهم التدريس ومنعهم دخول المساجد ثم اخذوا يتردونه من مدينة الى مدينة الى قرية يعني دخلوه في حرب نفسية تؤدي في النهاية الى التخلص منه وانهاء حياته لانهما لو مش عاوزين يداره خلاص ما فيش داع النشاط لكنك تظل وخلفه بهذا الشكل واين يذهب طبعا نلاحظ انه لم يذهب الى بغداد معناها انه البخاري لم يجد مكان يذهب اليه انظروا حضركم لهم سجنوا ولهم تركوه يعيش حتى في اي مكان وعلم البخاري ليس له اسرة وليس اولاد وغير متزوج وطبعا من اين كان يأكل هذه الفترة وانه واضح انه لم يكن له مرتب احنا نجد في السيق العرض ان البخاري اكل الحشائش في بعض فترات حياته وانا حضركم ضريح الامام البخاري رحمه الله في قرية قرانتك باسباكستان وهذا القبر شاهد على الجريمة التي تعرض لها الامام البخاري رحمه الله لما نعمق البحث اكثر سنجد ان كتاب صحيح البخاري هو السبب في التخلص من البخاري انا اسميه الكتاب الذي قتل البخاري طبعا في تلك الفترة فيه الدولة العباسية قائمة وفيه امارات شيعية مثل الطاهرية او غيرها ايضا قائمة وكل هؤلاء كانت عقدتهم تشيع ما بين تشيع سياسي الى تشيع رفضي الى غير ذلك يعني انا بقول لكتاب صحيح البخاري هو السبب ده ابدأ حضرتكم بالدولة العباسية دولة عندها عقيدة دينية قائمة والبخاري كان ضد هذه العقيدة تمام وانا مثلا في تاريخ الطبري بيتحدث عن خلافة ابي العباس الخليفة العباسي الاول وذكر الخبر عن سبب خلافته الدولة العباسية بتقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم عمه العباس انه ستقول اليه خلافة الى ولده ولد زريته يعني فلم يزل ولده يتوقعون ذلك ويتحدثون به بينه فالدولة العباسية بتقول ان الخلافة بالوراهة وان ابو بكر الصديق اختصب الخلافة من علي وعمر اختصب الخلافة من علي وانه مفروض الخلافة تكون فيه الهاشميين لذلك الدولة العباسية كان في البداية اسمها الدولة الهاشمية اول خطبة القيات على منبر الكوفة القاها عم الخليفة العباسي في حضوره قال ما صعد من باركم هذا خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا امير المؤمن علي بن ابي طالب يعني علي بن ابي طالب هو اول خليفة للمسلمين وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد اللي هو أبو العباس السفاحي يعني وأشار بيدي إلى أبو العباس السفاح فعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج مننا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم يعني تشوفوا الجبروت وكأنه اطلع للغيب هذا الملعون يعني أيضا في كتاب الإمام الأوزاعي ده شيخ الشام ده يعني مفتي الدولة الأموية في آخر أيامها فاللي حصل أن قائد الجيش العباسي لما احتل دمشق ألقى القبض عليه وقال له أخبرني عن الخلافة وصية لنا من رسول الله فالإمام الأوزاعي بيقول إيه فارض علي أمر عظيم واستبسلت للموت يعني لو قلت هذه القلافة ليست توصية يقتلني وهذا طبعا عقيدة عبد الله بن سبق لأنه البعض بيسأل الدولة العباسية دولة سنية ولا دولة شعية لا الدولة العباسية دولة شعية وإن لم تزعوا من القرآن محرف لكن هي طبعا عملت حقا كتير يعني المهم واستبسلت للموت فقلت لأصدقنه وقلت له لو كانت وصية من النبي ما ترك علي بن أبي طالب أحد أن يتقدمه ثم يتحدث به في التحكيم بن أبو بوسى الأشعاري وقصة طويلة مش موضعنا وإن علي قبل أن هو يخلع من الخلافة في التحكيم يعني لمقامة الدولة العباسية كان لها معارضة اليمين اللي هم عامة المسلمين اللي هم المسلمين السنة اللي هم مؤدين الأمويين اللي بقولوا الحكم بالشورى طيب فيه الأمويين ده ليه الحزب اليمين اللي هم المسلمين السنة والعباسيين اللي احنا نسموه الآن حزب الوسط في حزب اليسار اللي هو الشيعة زيك حتى اليسارين حتى اليوم اليسارين والقومين والشيو عند العرب وكل هذا اللي هم كل اليسارين بتناواتهم حتى اليوم يعني يكونوا سيدنا علي وا 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 لأنهم يعتبرون وزعيمهم حتى عندنا في مصر مثلا المفكر الشيعي المركيسي الملحد عبد الرحمن الشرقوي ما قال لي في كتاب يسميه علي إمام المتقين طيب انت أصلا ملحد يعني ده يا شايل بلك ليه بعلي إمام المتقين ولا إمام اللي احنا ايه لسه لكن اليساريين يرون أنه في تلك الفترة حزب اليسار هو حزب الشيعة وحزب علي فهيبدأ يحصل نزاع بين الاثنين من يرس الرسول بقى احنا هنا ايه دخلنا فيه فرق الشيعة وتناحرات فالشيعة العباسيين يقولون الوراثة في العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أما بقى أولاد علي اللي هم أحفاد السيدة فاطمة رضي الله عنه الحسن والحسين وأحفادهم فهؤلاء أولاد بنت فلا يريثون الجد يعني الآن إذا رجل له بنت والبنت تزوجت وأنجبت ولدا ثم توفيت هذه البنت ثم الجد توفح من يريث الجد أخوه وليس حفيده من بنت طب إذا هو نفس الجد أنجب ولدا والولد تزوج وأنجب ثم مات الابن وبقي الحفيد ثم مات الجد هنا من يريث يرس حفيده ابن ابنه اللي هي الظرية يعني ولا يريث أخوه المراهب يكون في الظرية أما ابن البنت فهو من عائلة أخرى لذلك لا يريث جده اللي هو أبو أمه تمام؟ فهنا هتصور هذه المسألة طبعا سيدة فاطمة طرس الرسول لماذا لأنها ما تبعده طيب فهنا هيبدأ بقى شعراء العباسين يقولنا مثلا هنا في كتاب النصب والنصب للدكتور بدر العواد شعر العباسي يقول للخليفة العباسي يا ابن الذي ورث النبي محمد أنت ابن العباس عم النبي الذي ورث النبي النبي لما عنده أموال من الله يريث عمه دون الأقارب من ذوي الأرحام ما للنساء اللي هي السيدة فاطمة يعني مع الرجال فريضة في المراهب نزلت بذلك سورة الأنعام أن يكونوا وليس ذلك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام يعني الحسن والحسين وزريتهم ما لهمش أي مراهب أيضا في كتاب النصب والنصب أيضا شعر عباسي آخر يقول يسمون النبي أبا ويختبعا ده حرام لأن الله يقول ما كان محمد أبا أحد رجالكم يعني فكل واحد يقول لك جدا الرسول ده نصاب يعني يسمون النبي أبا ويأبى من الأحزاب من صورة الأحزاب سطر في السطور وإن قالوا نحن بنوا بنت فحقهم وردوا ما يناسب للذكور يعني ردوا الخلافة ما تطمعوش فيها يعني وما لبني بنات من تراث مع الأعمام في ورق الزبور ومع مرور الوقت سيطر الشيعة على الدولة العباسية وعلى المنابر والمساجد وأصبح هم الجازي الإعلامي لأنه كان بتقوم ثورات للمسلمين لعادة الدولة الأموية حتى ظهر مثلا السوفياني والمرواني وهذه الأمور يعني في مقابلة المهدي العباسي يعني اللي هي السردية الشعية يعني فهنا هنجد أن الخليفة العباسي المأمون اعتنق العقيدة الشعية وأنه مفروض علي بن أبي طالب هو الخليفة وبل المأمون قال القرآن مخلوق اللي هي عقيدة وحدة الوجود يعني وده اللي فلنا فهمته من كتاب الإمام البخاري خلق أفعال العباسي وقام المأمون بعمليات قتل وإعدام لعلماء المسلمين السنة وقام به ترجمة بقى كتب الفلسفة وكتب الهنود وكتب اليونان وكتب غير ذلك يعني بدأ يغير عقيدة الدينية للدولة وهنا مهى في كتاب تاريخ الثبري سنة أربع ومئتين فإن لباس الخليفة المأمون ولباس أصحابه الجيش وأقبيتهم وقلانسهم وطردتهم وأعلامهم كلها الخضرة والخضرة هو لون الشيعة الأبيض لون الدولة الأموية اللي هو المسلمين السنة الأسود لون العباسيين الشيعة العباسيين الخضرة لون الشيعة بقى الروافض يعني زيك مثلا تجدوا القذافي مثلا العلم ليبيا كان في عدو الأخضر هو في الكتاب الأخضر وقدم معه طاهر طاهر هذا قائد الجيش وطاهر هو الأولاده اللي هم طردوا الإمام البخاري وتخلصوا منه يضيف ولم يكن يدخل عليه أحد على الخليفة المأمون إلا في الثياب الخضر ولابس ذلك أهل بغداد وبنو هاشم أجمعون فكانوا يقرقون كل شيء يرونه من السواد على إنسان إلا القلونسوم أيضا في كتاب النصب والناصب يقول في الكوفة أهلها يثلثون بعلي يعني ما كانوا يعترفون بخلاف السيدنا علي ودي عقلت الدولة العباسية أن الخليفة الثالث عالي يعني وأب وقر وعمر هنتجاوز عنهم وهم اقتصبوا الحكم بس يعني ما فيش هنسمحهم يعني وهي دي عقلت الشيعة الزايدية تقريبا معه اختلف التفريعات يعني فالدولة العباسية دولة شيعية زايدية وإن اختلفت في تفريعات بسيطة عن الشيعة الزايدية الحاليين يعني أيضا في كتاب تاريخ الطبري يقول إن الخليفة المأمون في سنة 205 هجري أحداث سنة 205 هجري أمر مناديا فنادا برئة الذمة من من ذكر معاوية بخير يعني تخله واحد ذكر أي شيء جيد عن سيدنا معاوية يقتل برئة الذمة يعني يقتل تخيالوا إلى أي مدى التعصب الدولة العباسية ضد الأمويين وضد الصحابي اللي هو سيدنا معاوية في كتاب الأمويين في العصر العباسي الكتاب ده بيقرخ لثورات المسلمين لإسقاط الدولة العباسية وإعادة الحكم الأموي أو حكم مشابيع فيقول أراد الخليفة المأمون لعن معاوية بن أبي سفيان على منابر المساجد وبيان مساوئه لعل الناس يتركونا الترحم عليه واضح أن المسلمين في مغداد كانوا يحبونه جدا يعني يتركونا الترحم عليه ومدحيه وأنشأ لهذه الغاية كتابا عدد فيه مساوء معاوية والعناء في الآخرة طبعا في تلك الفترة كان فيه كتاب أمثال الجاحز وغيره وبمخن في المؤرخين الشع كلهم كانوا الواقدي كلهم كانوا بيجتموا فيه الأمويين وفي سيدنا معاوية لكن هنا كانت الدولة العباسية تريد أن المؤسسة الدينية الرسمية الإسلامية المساجد نفسها تشتم في معاوية ليس مجرد الجهاز الإعلامي الأدباء والكتاب يعني وغير ذلك اللي كانوا بيشتموا في الأسواق والقصصين وكذا بيقول ولكن خافة من أردة فعل أهل بغداد الذين لا يطقون لعن معاوية لأنه كان المسلمين في العراف في تلك الفترة يحبوا معاوية لأنه أدركوا قيمة معاوية والحجاج والأمويين لما حكمهم الشيع العباسيين فكانوا وانتقاس قدره ولا يأمنوا أن يقوم أهل بغداد بثورة ضد الدولة تعالوا الآن نرى كيف تصدى البخاري للسردية الشيعية العباسية للتاريخ الإسلامي والعقيدة الإسلامية ونظرة البخاري للدولة العباسية لما يشتد عود الإمام البخاري هيؤلف كتابه التاريخ الكبير هذا الكتاب هو الأعمدة الخرصانية اللي هيبنى عليها كتابه في النهاية الجامع الصحيح أو كتاب صحيح البخاري وهنا هنجد الإمام البخاري عمل إيه فكرة علم الرجال أنه يمسك كل شيخ من الشيخ أو من المعتزلة أو من المرجئة اللي عينتهم الدولة العباسية في المساجد ويقول هذا فيه نظر هذا لا تصحي الروايط وهذا كذا فمسلا لو شيخ شيعي وضع ألف حديث على صنة رسول الله يسأل فالبخاري يكتب لهم أن هذا الشيخ ضعيف لا تأخذ عنه الحديث فيبقى البخاري هدم هنا ألف حديث هذا الشيخ الشيعي تعب فيها جدا والدولة العباسية دفعت لمرتبات كي يضع الألف حديث فإذا بها يهدمها مساء يعني مثلا الواقضي قاضي بغداد اللي الدولة عانته قاضي لبغداد ومحدث بغداد وضع إثنى عشر ألف حديث فهنا البخاري هدم إثنى عشر ألف حديث بهذا الكتاب فهذا الكتاب سبب له مشاكل كبيرة جدا ونجده فيه يكذب العديد من الروايات الشيعية اللي هي بتقوم على أساسها العقيدة الشيعية ككل وهنا هتبدأ مشاكل البخاري بسبب عقيدته السياسية اللي هو أوضح في كتابه التاريخ الكبير ماهنا حضرككم ناخد كده الترجمة الشخصية ألف وسبعة عشر بيتحدث في كتاب التاريخ الكبير بيقول قال كنانا مولى أو خادم السيدة صفية أم المؤمنون زوجة رسول صلى الله عليه وسلم كنت أقود بصفية اللي ترد عن عثمان فلقيها الأشتر الأشتر هذا زعيم شيعي قائد الانقلاب اللي قتل عثمان بن عفان فأحاصر عثمان بن عفان فضرب وجه بغلتها حتى قالت ردوني ولا يفضحني هذا الكلب هذه الرواية سبب البخاري مشاكل معها قابلت النخ اللي منها الأشتر طبعا لو لا هذه الرواية كان زمان الأشتر أصبح ابو هريرة الآن يعني كان ممكن تجد خمسة ألاف حديث على لسان الأشتر وكان زمان المشايخ في المساجد المسلمين السنة يقولون الأشتر رضي الله عنه والأشتر هذا فارس والأشتر هذا إمام الإسلام وكان قاله عثمان بن عفان فاسد ومجرم وكذا فالبخاري هنا قام بعملية اغتيال معنوي للأشتر طبعا بتجب بعض المشايخ كده المتشاويون لكي قال أشتر رحمه الله قتل عثمان بن عفان رحمه الله هو قائد الجيش اللي قتل عثمان حسره هل هم نفس المشايخ استطاعون أن يقولوا يزيد رحمه الله الخليفة الأموية لماذا يقول لك قتل الحسين رغم أنه قتل جيش والأمر بقتل الحسين ولا حاجة لكن هنا نرينا البخاري تعال حضركم مثلا نرى البخاري هو بيطعم في الدولة العباسية في ترجمة الشخصية 6592 تحدث عن عبد الله ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب ده حفيد سيدنا علي اسمه أبو هاشم البخاري يقول ليه هو اسمه عبد الله ولكن كنت أبو هاشم وكان عبد الله يتبع السبائية هنا دي رواية خطورة جدا معارضة للسلطة العباسية أنه بيقول لهم التنظيم بتاعكم اللي أقام الدولة العباسية وهو تنظيم أبو هاشم هذا تنظيم سبائي يعني الدولة العباسية دولة أقامها السبائية هذا ما يقوله البخاري يعني احنا الآن بنقرأ نصوص ميتها لكن تخيلوا هذه النصوص البخاري كان يقرأها في وجود السلطة العباسية تسبب له مشاكل في ظل الوشايات وغير ذلك لأن أبو هاشم هيسلم التنظيم السبائي السري إلى ابن عمه ولو محمد ابن علي العباسي اللي هو أبو جعفر المنصور وهؤلاء يعني هنا حضراتكم الوراق بتاع البخاري يقول في كتاب خلق أفعال العباد ينقل عن وراق البخاري محمد ابن أبي حاتم دعش مع البخاري عشرين سنة يقول قلت له إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب الناس فقال إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا يعني كتاب التاريخ الكبير سبب مشاكل للبخاري هنجد إن البخاري ضمر تقريبا اثنى عشر ألف راوي أو ألف شيخ من المعتزلة والشيعة وغير ذلك يعني تعالوا هنا الكتاب التاريخ الكبير هو كتاب في العلل وفي الرجال يقول مثلا هذا الراوي وضع حديث مكذوب على صنع الرسول هتجدوا غالبية الأحاديث التي تتلع على مساجد المسلمين اليوم هي أحاديث مكذوبة هنا مثلا حضراتكم في كتاب التاريخ الكبير لإمام البخاري في ترجمة الشخصية عثمان بن عاصم أبو حسين الأسدي الكوفي يقول ما سمعنا بهذا الحديث حتى جاء هذا من خرسان فنعق به يعني أبا أسحاق اللي هو كان أحد الرواه الكوفيين يقول من كنتوا مولاه فعليهم مولاه طبعا هذا الحديث مؤسس العقيدة الشعافي الجانب السياسي فاتبعه على ذلك ناس فالبخاري هنا ضرب لهم هذا الحديث وطبعا هتجد أن كثير من المشيخ المسلمين السنة لا يعبقونه بما قاله البخاري إن الحديث موضوع وبيقول لا الحديث صحيح ومنهم طبعا مين؟ الذهبي يعني الذهبي بيصحح للبخاري صحح الحديث المجذوب ومؤلف كتاب عن هذا يعني طيب أيضا في كتاب التاريخ الكبير الإمام البخاري في ترجمة الشخصية 1187 أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم من كنت مولاه فعليه مولاه فالبخاري يعلق ويقول في إصناده نظر حدوث مضروب يا جماعة أيضا في ترجمة الشخصية 538 واحد اسمه سهم ده كان بيضع حديث فالبخاري يقول في كتاب التاريخ الكبير سهم ادعى أن قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم والنبي قال من كنت مولاه فعليه مولاه يعلق البخاري ويقول سهم شخص مجهول ولا يدرى من هو الحديث أيضا موضوع ثم الإمام البخاري في كتاب التاريخ الصغير ينقل الله عن الأعمش أن كل الأحاديث اللي بتشتن في سيدنا معاوية والأمويين ده حديث مكذوبة فينقل البخاري عن الأعمش قائلا نستغفر الله من أشياء أحاديث كنا نرويها على وجه التعجب النكتة أو الاستغراب اتخذوها دينا وخد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معاوية أميرا في زمان عمر وبعد ذلك عشر سنين فلم يقوم أحد فيقتله الحديث ده اللي هو منسوب للرسول إذا رأى أحدكم بني أمية أو معاوية على المنبر فاقتلوه ده الحديث اللي بيرويه علم الحديث الشيئي الحاكم النيسابوري يقول صحيح على شرط البخاري البخاري يقول له لا حديث موضوع فالبخاري يعلق يقول وهذا مما يدل على أن هذه الأحاديث ليس لها أصول إنما يقوله أهل الضعف بعضهم في بعض لما ننظر في الأهر السياسي لكتابة التاريخ الكبير البخاري هيجد أنه هدم كثير من الشخصيات اللي كيف بتضع أحاديث على سنة رسول صلى الله عليه وسلم فمثلا في كتابة التاريخ الكبير يا جماعة احنا عندنا كان في كتابة التاريخ الكبير 12500 تراوي تخيلوا لو البخاري ضعف منهم 7000 وكل واحد وضع عشرة أحاديث فقط يبقى هو ضرب 70 ألف حديث البخاري اللهم الأحاديث دي موضوعها كتابه التاريخ الأوسط عنده 1515 راوي كتاب الضعفاء ألف راوي طبعا ألف راوي كل راوي مثلا وضع عشرة أحاديث يعني بكلم عشرة ألاف ده على أقل تقدير يعني كتاب الكنة ألف راوي الرواء إجمالا 16000 راوي فالبخاري أصدر عليهم أحكام بعضهم قوي بعضهم ضعيف وبعضهم غير ذلك لكن المهم فالبخاري أفسد كثيرا في المخططات في وضع الأحاديث في تلك الفترة ثم وجد البخاري أن ذلك غير كافيا فوضع كتابه صحيح البخاري إلا هيسبب أزمة وهيؤدي إلى مقتله في النهاية لأنه في هذا الكتاب البخاري يسقل أحاديث الصحيحة على صنع رسول صلى الله عليه وسلم والتي تكذب الدولة العباسية وشيعتها تماما في معارك صفين والجمل وغير ذلك والرد على الدعاءات تحريف القرآن وغير ذلك تعالوا حضراتكم مثلا إحنا بناخد هنا به الكتاب صحيح البخاري من رواية أبي ظري الهروي لأن هي دي الرواية الصحيحة التي لم تتدخل فيها الفرق البطنية وتضيف حديث الفئة البغية وغير ذلك دي نمازج مثلا طبعا البخاري لما جي ألف الكتاب هو ذكي البخاري شخص عبقر طبعا لما ألف البخاري كتابه الصحيح عرضاه على أكبر علماء الحديث في زمانه وهم أحمد بن حنبل يحيى بن معين وعلي بن المدينة وغيره فاستحسنوه وشاهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديين يعني البخاري هو أولاء بمثابة لجنة تحكيم وضعوا أختمهم أحاديث البخاري صحيحة بعد ذلك خرج البخاري يحدث ولذلك البخاري لما طلع يحدث كان ظهره مش مكشوف فلما أرادوا طعنه هيحبسوه ويحطوه في السجن ولا يقتلوه ولا كذا بدأوا يعملوا حملت بقى اختيال معنوي وتكفير ومش عارف ايه ويجعلوا الكلاب السلطة يشتكونه والمشيخ يشتبوه في المساجد وامور كهذه وهذا أمير البؤمنين في الحديث انظروا يعني احنا بكلم النهاردة 1200 سنة أحسن كتاب في الحديث هو البخاري ما ينفع بعده أصلا إلا بقى احنا جاء في زماننا ده عملاء المخابرات أمثال الألباني يصححون ويضعفون في الأحاديث يعني طيب تعالوا نشوف البخاري هاتصدى للعقيدة السياسية للعباسيين والشيعة مثلا في الحديث 2343 يقول ان الصحابي عبدالله بن عمر بن الخطاب كان يكري أو يؤجر مزارعه على عهد النبي وفي خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة معاوية أين خلافة علي فهنا البخاري بيقول علي ليس خليفة وبيق الحديث طبعا هل البخاري يعترف بخلافة سيدنا علي أم لا ما يعترف بها هذا نخص له حلقة نقتلكم به كل الروايات التي أتى بها البخاري وكل ما ذكروا بشأن سيدنا علي لكن هذا الحديث لما يتلى في المسجد الدارة العباسي بتقول ايه بتقول انه الأمويين في أباغية وانهم سلطة غير شرعية من الفعل على حق اللي هم سيدنا علي ومن كانوا في جيشه الأشتر وعبد الله بن سبقوا هؤلاء وبالتالي إحنا العباسين جئنا نسترد الحكم بتاعنا من الأموان المختصبين البخاري بقول لهم لا أنتوا كدبين هنا البخاري بينقل على لسان أقول بقول أنا باروش أنا مجرد ناقل ده على فاكرة ما كانوش بيعترف بخلافة سيدنا علي وقادي عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي يعني فمعاوية ما كانش طبعا في الخلافة ولا حاجة أيضا البخاري يقول في الحديث 3717 أن عثمان بن عفان قال عن الزبير بن العوام أنه لخير الصحابة ما علمته وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هنا بيقول الزبير هو رابع الصحابة في الفضل وليس علي بن أبي طالب فهنا السردية الشيعية العباسية بتقول أنه الصحابة أبو باكر وعمر ثم علي علي رقم ثلاثة والشيع الروافي بقوله لا ده علي أول واحد وبعد كان السحابة لكلهم كفر ولا شيء من هذا القبيل فهنا بقولهم لا ده قلبها لكم أبو باكر وعمر وعثمان الزبير طب وعلي حتى ما حطوش رقم أربعة فهذا يترطب علي أنه موقعة الجمل معه على حق من كان يطيع من الزبير يطيع علي ولا علي يطيع الزبير هل بخاري بقول لا كان مفروض علي يطيع الزبير وأن عثمان بن عفان كان يريد الزبير خليفة بعده أيضا في كتاب صحيح البخاري في الحديث ثلاثة 1717 ينقل عن عثمان بن عفان أن الزبير قال والله إنكم لا تعلمون أي أنتم أيها الصحابة أنه خيركم وكررها ثلاثة ثم ينقل لنا في معركة الجمل البخاري بينقل لنا عن عبد الله بن الزبير وهو شاهد عيان في موقعة الجمل يقول لما وقف أبي الزبير بن العوام يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم ما فيش بقى للزبير هرب من المعركة ولا ابن جرموس قتله ولا الكلام العبيت لحبه دي الرواية الحقيقية للحرب فالزبير يقول وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلومة يعني الزبير قتل مظلوما في معركة الجمل والزبير كان على حق وهذه عقدة الزبير وهذا آخر مناطقة به الزبير تخذيب للروايات الشعية المكتوبة طبعا البخاري الوقت لم يتسع قال في كتابه التاريخ الكبير أنه حديث حديث الموضوع على سانة رسول أن الزبير قال له ستقاتل علي وأنت ظالم له فالبخاري كتب هذا حديث الموضوع الوقت لا يتسع طبعا نحن نعرض لكل ما كتبه البخاري أو الأحاديث التي قال البخاري إنها موضوع والأحاديث التي حكم البخاري بإنها صحيحة وأحمد بن حنبل وإحياء بن معين وكل هؤلاء وعلي بن المدينة وغيرهم قالوا صحيحة فهذا ليس رأي البخاري أو ليس حكم البخاري لأنه الحكم إن الحديث صحيح أو خطأ ده قاضي وهنا هناك مؤسسة تقف وراء صحيح البخاري بالضبط مثلا منقشة رسالة الدكتوراه ما بتكون رسالة الدكتوراه رأي الباحث أو نتائجه إنما هناك أساتذة اعتمدوها إن هذا الكلام علمي وصحيح أيضا هنا يقول في الحديث 3697 إن عبد الله بن عمر ربن الخطاب يقول كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا هم عمر هم عثمان طب سيدنا علي هم نترك أصحاب النبي لا نفضل بينه يعني لم يقول إن سيدنا علي هو الرابح فتلاحظون إن أحدث البخاري بتصدم مع الرواية الشيعية العباسية إن سيدنا علي كان خليفة أو أنه حتى رابع أصحابه بالفضل البخاري رفض يعترف بهذا طبعا البخاري اللي أقول هذا حديث صحيح يعني هذه قناعاتي لأنه أقول أنا أؤمن بأحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما قاله الرسول أو ما أقره الرسول على الصحابة أيضا يريد البخاري حديثا يضرب السردية الشيعية العباسية تماما لأن العباسين والشيع يزعمون أن الحكم في عائلة الرسول وبعد كده تشجروا فيما بينهم من يرث الرسول أحفاد فاطمة الزهراء ولا أحفاد عمه العباس المهم فهنا البخاري يعني يرد عليهم ولهم إيه فيش في الإسلام إحنا لسنا عائلة ملكية في الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا فيريد البخاري الحديث رقم 4771 يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأن أنذر عشيرتك الأقربين فقال يا عباس بن عبد المطالب العباس بن عبد المطالب اللي هو مين؟ عم الرسول وجد العباسيين لا أغني عنك من الله شيئا يعني أنت أسلمت وأحسنت هتدخل الجهنم كفرت مثل أخوك أبو لاب هتدخل الجهنم إذا كان هذا حكم العباس اللي هو جد العباسيين طبعا تفسير الحديث إيه؟ أنه أنتم يا خلفاء العباسيين إذا أحسنتم هتدخلوا الجهنم إذا سأتم سأدخلونا النار الجهنم ده جدكم العباس نفسه الرسول قال له لا أغني عنك من الله شيئا لا فيه توريث حكم ولا إحنا عائلة ملكية ولا حاجة ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا طبعا الجملة دي الشيعة يرونها تدمير لعقدتهم فلذلك طبعا لابد يقف ضده جدا ثم نجد حديثة آخر الإمام البخاري يده في صحيحه يرد على ادعاء الشيعة أنه الرسول يوره فالبخاري يرد أن الرسول لا يورثه مالا ولا يورثه حكما وأنه الحكمة أو الخلافة بالشورى اللي هو جارة في الصقيفة يعني فهنا مثلا يقول ينقل الإمام البخاري عن السيد عائشة أن فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرهها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر قال لها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نوره لميره مال ولا ميره حكم طبعا ده كلام خطير جدا ثم البخاري يستشد بمين بعبد الله بن عباس في الحديث 4447 عبد الله بن عباس هذا كانت العباسيين وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي فيقول لهم خلي مالكوا عباسيين أنتم مكذبين الرسول لم يقل لعم العباس الخلافة في أولادك ولا يحزنوه أنتم شوك كذبين والرسول لم يقل لهم الخلافة الأحد بعد ذا كلام خطير سياسيا بالمناسبة فيروي هو عن الصحابة عبد الله بن عباس اللي هو جد العباسي أن علي بن أبي طالب أخذ بيده عموه العباس بن عبد المطالب وقال له أنت يا علي والله بعد ثلاث أيام عبد العصاء اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر رسول كان مريض جدا الخلافة يعني فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا فقال علي إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطينها الناس بعده وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الإمام البخاري بينفي على لسان سيدنا علي أنه لرسول أوصاله لأوصاله هو ولا عمه ولا عباس يعني شيعة العباسيين والشيعة الروافض أنتم الاثنين كل ما تدعونه على لسان الرسول كلم اللي يعمل منكم تحليل لكل الأحاديث اللي بتتعلق بسيدنا علي في صحي البخاري وبسيدنا عبدالله ابن عباس اللي هو ابن عمه لأن أنت عندك الشيعة هدموا الدولة الأموية بعدما هدموا الدولة الأموية انقسموا قسمية شعة العباسين قاموا الدولة العباسية ودولة شيعية زي دي يعني قريبة في العقيدة من هذا وشعة الروافض اللي هم يقوبها الفاطميين والقرامات والحمدنيين والحشاشين وغير ذلك فسواء هؤلاء بيدعوا النسب الهاشمي هؤلاء بيدعوا النسب الفاطمي فهنا البخاري يتجد حديث كثيرة يقولها سيدنا علي أو يقولها ابن عمه عبدالله ابن عباس ينسب فيها العقيدة الشيعة تماما وهذا أمر جد مزعج جدا للشيعة وإلى العباسين ككل يعني وطبعا ده سبب له مشاكل كما شاهدنا هنا حديث آخر الإمامة البخاري يروع لسمن سيدنا علي سيدنا علي بيقول أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر يعني هنا كأنه سيدنا علي بيقول للشيعة أنتم تكذبون عندما تقول أنا أفضل الصحابة على الرسول ده بيكذبهم بلسان سيدنا علي فهنا حضرتكم الحديث رقم 3658 85 آسف من لي بيرويها جماعة الذي يرويه ابن عباس اللي هو أجد العباسيين ويقول وضع عمر بن الخطاب على سريره يعني لما مات يعني ففي الجنازة بتاعته فلم يرعني إلا رجل اللي هو علي بن أبي طالب آخذ على من كبي أو كاتفي فإذا هو علي بن أبي طالب فترحم لعمر وقال كثيرا كنت أسمع النبي يقول لهابت أنا وأبو بقر وعمر ودخلت أنا وأبو بقر وعمر وخرقت أنا وأبو بقر وعمر يعني هنا اللي هو المخاري بيقول للشيعة ده علي بن أبي طالب وليتوا كذبين أبو بقر وعمر هم أقرب الناس للرسول ولست أنا علي بن أبي طالب وأيضا الحديث مكرر من رواية أخرى يعني طبعا تلاحظون البخاري بيأتي أنا طبعا البخاري بيأتي بهذه الحديث من رؤية كثيرة أنا بأخذ بس نموذج بل شوفوا هذا الحديث اللي يسبب مشكلة كبيرة الحديث 3671 يروي محمد بن علي بن أبي طالب اللي الشيع سمه باسم أمه لأنه كان مؤيد اليزيد ضد أخي الحسين فمحمد هذا يقول قلت لأبي علي بن أبي طالب أي الناس خير بعد رسول الله فبس أن علي يقول أنا قال لا قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر وخشيته أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين طبعا ده حديث يسبب مشاكل كبيرة جدا في مواجهة الحرب الإعلامية للشيعة فوضح أن البخاري والشيعة كانوا في حرب إعلامية شرسة جدا والحرب أدت إلى هزيمة البخاري وفي الآخر شرط في الشارع كما شاهدنا وطردوه ولاجئ مشردا من قرية إلى قرية من مكان لمكان وتم أهم وضحة الأمور طبعا بنقرأ هذه الأحاديث الآن وإحنا مش مفهمين معناها لكن لما تقرأ الوضع السياسي ولذلك أنا أقول لك أقول لكم بكل صراحة كثير من العلماء الحديث لا يفهمون الأحاديث ولا يفهمون صحي البخاري لأنه دائما لا يقرأ الوضع السياسي من الحكومة وكيف تفسر الحكومة القائمة والسلطة القائمة والقوى السياسية والدينية المتصارعة أثر هذه الأحاديث على ما يحدث تعالوا إلى حديث آخر سبب مشاكل للبخاري وهو الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه أنه أهل الشام هم على حق اللي هم جيش معاب نابسوا فيها وليس جيش عالي خالص تخيلوا؟ طبع الحديث ده عمركم عمرنا أسمع بيه خالص وأنا نسمع بيه رغم أنه وجوده صحي البخاري اسمعها حضراتكم ده حضراتكم حديث سبعة آلاف ربعمائة وستين أن معاوية بن أبي سفيان قال اللي مش عاكبه أنه سيدنا معاوية بيروي البخاري بيقول معاوية صادق المهم أن البخاري حكم ومع علماء الحديث للحديث ده صحيح معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله بأمر الله يعني بالإسلام فسيدنا معاوية أنا يرى نفسه مدافعا عن الإسلام في مواجهة قتلة عثمان اللي هم من الكوفة يعني جيش الكوفة قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم من كذبهم يعني من خطأهم اللي هو سيدنا علي يعني ولا من خذلهم اللي هو الصحابة الذين لم ينضموا لهم اللي هو سعد بن أبي وقاص ومن لم ينضموا الجيش سيدنا معاوية حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وفعلا جاء أمر الله وانتصر جيش سيدنا معاوية وحفظوا على القرآن من التحريف ومنعوا الكفة من تحريف القرآن فقال مالك ابن يخامر ده من التابعين سمعت معاذة بن جبل يقول وهم بالشام ومالك ابن يخامر ده يعني ثقة جدا وفق العلماء الحديث يعني فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذة يقول وهم بالشام شوفوا صدق سيدنا معاوية يعني هو اللي سمعه من رسول قاله طبعا يبدو أن رسول تحدث في نسبتين أو شيء من هذا القبيل الأكثر حضراتكم أنه هنا مثلا حديث شوفوا البخاري كادب الحديث 1700 يكتب البخاري إيه؟ أن زيادة بن أبي سفيان كتب إلى السيدة عائشة دي جملة سبب كارثة كبيرة لأنه اللي حاصل في تلك الفترة الدولة العباسية أصدرت قرار بتسمية زيادة بن أبي سفيان اللي كان مات زيادة بن أبي سفيان ده كان في جيس سيدنا علي ثم أصبح مع سيدنا معاوية وسيدنا معاوية عيانه والي العراق وزيادة ميسك الشيعة والخوارج يعني لدرجة أنه كانوا يلبسون النقاف في عهده للتخفي يعني للتحرك كالنساء يعني وخاص لكم حلقة لذلك يعني المهم زيادة كان مرعب جدا يعني رغم أنه كان في جيس سيدنا علي بس هو كان قادر بمكونات جيس سيدنا علي فمن شد الشيق المسلمين لعودة الدولة الأموية فأصبح المسلمون في البصرة وفي الكوفة يلتفون حول ناس لزياد والسفياني وهذه القصص يعني فالعباسين ماذا فعلوا؟ قرروا تغيير اسم زياد إلى اسم زيادة بن أبيه وقالوا أنه هو خالفة وكذا فهنا الإمام البخاري يكذبهم شوفوا البخاري يكتب إيه؟ أن زيادة بن أبي سفيان كتب إلى عائشة يعني أنا أيها العباسين لا أعترف به عبارة زيادة بن أبي سفيان طيب هنا حديث يسبب مشاكل كثيرة جدا للبخاري مع الشيعة أن زكروا عند عائشة زكروا أنهم الشيعة يعني شيعة الكوفة ذهبوا للسيدة عائشة في المدينة أن علي رضي الله عنهما كان وصية خلي مالكم ادعاء أن سيدنا علي وصي ده كيت موجودة لحظة نقتل عثمان بن عفان وقالها عبد الله بن سبع طبعا شرح هذا الحديث موجود بالتفصيل في كتاب سيف بن عمر لأنه فيه ناس جاء لأيقولوا سيف بن عمر غلطان سيف بن عمر ضعيف ها هو البخاري السيدة عائشة متوفية 58 هجري في زمن سيدنا مع ابن أبي سفيان فمعناها أن هذه الوقع حدثت في عهد معاوين وأنهم ما ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنه يعني كان سيدنا علي قتل يعني الوقع حصلت بعد 40 هجري في حيات سيدنا وخلافة سيدنا معاوين ففكرة أن علي وصي كانت موجودة مبكرا جدا تمام وسيف بن عمر شرحها بالتفصيل لكن هنا الاختصار بتاعها في البخاري فقالت عائشة متى أوصى إليه الرسول وقد كنت مسندته ومسندته إلى صدري ده هو مات في بيتي أصلا فضع بالتصطي فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه طبعا صحيح البخاري في أحد كثيرة أنه رسول مات في منزل سيد عائشة وهذا مهم جدا ليه؟ لأنه أصبحت سيد عائشة هنا جهة مكذبة للرواية الشعية والعقيدة الشعية لذلك الشيعة بيشتموها أكثر من كل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ليس من فراغ يعني ممكن نخصلكوا حلقة كده عن ليه الشيعة يعني كل هذا العداء والغضب واللعد لمرأة وزوجة الرسول ماتت من 1400 سنة شغلين بالكم بها ليه للدرجة دي كلها بدرجة يعني اتهمها بعرضها العزو الله أيضا ذكر عند عائشة أن النبي أوصى إليه فقالت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسنتو إلى صدري فضع بالطست فانخنثا فمات فما شعر فكيف أوصى إليه وأيضا عن صحابة آخر شوفوا دي هياسة أحاديث البخاري بيرد على الشيعة الصحابة طالحة بيقول إيه طالحة تتابعي بقولت سألته الصحابة عبد الله بن أوفا هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية عمره بها قال الرسول أوصى بكتاب الله لبعليه مولاه ولا بغدير خم ولا غيره تجذيب واضح جدا وطبعا الإمام البخاري إلى كذا هذه الأحاديث وغيرها كان الإمام البخاري يقولها في حضور آلاف الطلاب والمشايف فكان جهاز إعلام ضخم جدا لذلك تردون من بغداد يعني يعني مثلا هنا في كتاب تهزيب الكمال في أسماء الرجال كان محمد بن سمعيل البخاري يجلس ببغداد ويجتمع في مجلس أكثر من 20 ألف تخيالوا وكل واحد منهم هيكون شيخ في مسجد نأتي أخيرا ليه إدعاء الشيعة وجود قرآن سري غير القرآن الكريم الموجود وإنه طاع الشيعة نفسهم حتى ما قاتوا بهذا القرآن لكن هم يقولون أنه كان في قرآن خاص بسيدنا علي ودي الجزء العقائدي من العقيدة الشعية الإمام البخاري هيبدأ يرد عليهم ويقول لهم ها هو علي بن أبي طالب يقول لكم أنتم تكذبون ليه جد قرآن آخر هو هذا قرآن عثماني بن عفان هو قرآن الصحيح وأنا نفس الأسير خلف عثماني بن عفان هنا حضرتكم كتاب اسمه قرآن علي قالفه المرجع الشيعة علي القرآني برعاية المرجع الديني السستاني لأنه البعض يقول لك إيه لا الشيعة ما عندهمش قرآن الشعب يقوله ده مرجع السستاني يقول الكلام ده وهم ما طلعوش القرآن الآخر يعني هم طبعا عجزوا أن يعملوا قرآن آخر ولكن هم ادعوا وجودهم وأين فين قاله كان مع علي طب هو راح فين علي قاله نزل مع المهدي في السرداب وكلام زي كده المهم اللي يهمنا موقف البخاري من هذه السرداب البخاري في الحديث 1372 يقول خطبنا علي بن أبي طالب على المنبر في الكوفة فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة اللي هي الحاجات الخاصة بالزكاة وكذا والصحيفة دي كانت مع أبوك الصديق ثم قالت إلى عبر ثم عثمان ثم علي فهنا سيدنا علي بلومة ما فيش كورآن تاني ده بيخطب على منبر الكوفة يعني معناها أن في ناس في الكوفة كان بتقول لسيدنا علي فيه كورآن سري فالدعاء وجود كورآن سري وأن القرآن محرف كان في حياة سيدنا علي بل كان في حياة عثمان بن عفان لما جيش العراق اختلف مع الشام على القرآن في فتح أزربجان 26 هجرة المهم أيضا حديث آخر أبو جحيفة يقول قال قلت له علي رضي الله عنهم هل عندكم شيء من الوحي إلى ما في كتاب الله قال لا والله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أيضا في حديث خمسة ألف وتسعة عشر البخاري بينقل بقول عن التابع عبدالعز بن رفاية دخلت أنا وشدان بن معقل من التابعين على الصحابة عبدالله بن عباس اللي بن عم الرسول بن عم سيدنا علي فقلنا له أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء قال لا ما ترك إلا ما بين الدفتين القرآن فقط فذهبنا إلى محمد بن علي بن أبي طالب اللي الشعز أموه محمد بن حنفي فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين طبعا ده حديث يسبب مشاكل كثيرة للبخاري بل البخاري بقى يخدم بقى في الحديث 377 أن ابن سيرين اللي هو أمام أهل البصرة يرى أن عامة الأحاديث التي تروى عن علي كذب أن عامة ما يروى عن علي الكذب يعني الأحاديث الموضوع على لسان سيدنا علي والأقوال هي غالباتها كذب أو موضوع لصالحه أو موضوع لضده طيب خذ حضرتك هنا يبدأ يتناول عقيدة الحلول للاتحاد أن الله حل في علي في الحديث البخاري يقول إيه أتي يا علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم اللي هم قالوا يا علي أنت الله طبعا هؤلاء ما في حال في الشام قال لي معاه أنت الله وما أحد قال للخيدي بن الوليد صاحب الانتصارات أنت الله لو هؤلاء يعني يؤلهون أصحاب القوى الخارقة كانوا يؤله خالد بن الوليد أو قال لي هو أبو بكر الصديق أو عمر أو معاوية أو عمرو بن العاص يعني هؤلاء أصحاب الانتصارات الخارقة دول اللي عملوا معجزات فعل لكن سيدنا علي لم ينتصر في معارك يعني حتى يستحق أن يؤلهوا لكن هم لأنهما جاءوا من السبي البابلي كان عندهم عقيدة تناسق الأرواح والتقمص وهذه الأمور فعلي بالنسبة لهم مرحلة بعد ذلك سوف يؤلهون أبو جحفر المنصر وبابك القرامي وغيره يعني فأتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهيرنا في رسول صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذب الله المهم يعني مسألة فقهية مش عايزين ندخل فيها لكن المقصود للبخاري بيروي لنا الواقع طبع الواقع دي ما أذكر عندي الشعر النصيرية أيضا في كتبه نكتفي بهذا القدر ومستقبولا بزناه إن شاء الله نعمل حلقة مستفيضة عن الإمام البخاري وحياتي والمشاكل وكل من عادوه الخرطة الدينية لأنه البخاري كان يسير في حقل ألغام وانتهى به الحال كما تشاهدون إن هم تخلصوا منه مديا ولكن بقي كتبه نصف كتب البخاري فقدت تخيله اللي هو أهم مؤرخ وأهم معلم حديث في التاريخ الإسلامي نصف كتبه تضيع لأنه بعد التخلص المادي من البخاري قامت الدول الشعية حكمت العالم الإسلامي مائتي سنة وهذا أدى إلى فقدان العديد من كتب البخاري لأنه أصبح البخاري شبه محظور أو ممنوع في عهد الدول الشعية تكون الصورة قد لاحق هنا فيديو أنا عملته عن غدير خم والإمامة البخاري قالوا أنه موضوع أرجو الاستماع لهذا الفيديو أنا فيه رزاة على تشيب أرجو مشاهدتها أسفل الفيديو رابع صبحتها على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك ونقائدات الوثائقات التاريخية أرجو أن تشاهدون الأماتة في مجال التاريخ أرجو منكم مشاهدوا في القناة بالضغط على هذا الزر وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته